شهد وزير العدل المستشار عمر مروان ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار محمد بكر مراسم أداء اليمين القانونية لـ 533 مستشارا من المعينين الجدود وذلك بهيئة قضايا الدولة من خريج كلية الشريعة والقانون والشرطة والحقوق دفعة 2015 بناء على قراري رئيس عبدالفتاح السيسي رقم 322 و323 فيما تقرر حلف اليمين القانونية للمعينين الجدود بقضايا الدولة دفعة 2016 غدا بوزارة العدل تراكم من وزارة العدل بأهمية الإنسان في عملية التنمية وأنه أساسها وغايتها فقد مثل لها بناء قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية وتطويرها هدفا رئيسيا وملمحا أساسيا ولن تدخر الوزارة واسعا أو تألو جهدا في سبيل دعمكم وتدريبكم وتطوير خبراتكم وكل ذلك من أجل رفعة شأن وطننا العزيز تحت القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مبسوطة جدا النهاردة من دمامي واختاري في القضاء الدولة أعراق حقيقة قضائية بتمنى من رباني يكونها القادرة المسئولية لكي نحفظ على الأموال الدورة العامة ومصالح الشعب طبعا سعيدة جدا اليوم النهاردة حلف اليمين وطبعا أشكر سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي طبعا لدعمه وثقته فينا وإنه اختارنا ودعمه الخاص للمرأة المصرية بصفة خاصة الحمد لله طبعا ده يوم مهم جدا في حياتنا كلنا وإن شاء الله نكون قادة المسئولية